أقامت اللجنة الأولمبية الأردنية حفلا تكريبيا لنجوم المنتخبات الوطنية صاحبة الإنجازات في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في العاصمة الأندونسية جاكارتا قبل أسبوعين الحفل أقيم تحت رعاية الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور أركان الأسرة الأردنية والسفير الأندونسية المعتمد لدى المملكة حيث تم تكريم نجوم الرياضة الأردنية التي حققت الميداليات خلال المشاركة بدورة الأسياد بنسختها الثامنة عشر في أندونسيا حيث شارك 35 رياضية ورياضية أردنيين وتمثل الإنجاز بتحقيق 12 ميدالية ملونة منها ذهبية النجم جوليانا الصادق بيتيكواندو الأولى بتاريخ العرب والأردن أيضا كما وحقق النجم حيدا الرشيدة ذهبية رياضة الجو جيتسو أكبر شرف لإلنا هو التكريم ودعم جلالة الملك عبد الله وجلالة الملك إيرانيا سمو الأمير فيصل وكل سمو الأمراء اللي دعمونا في هذه المسيرة وصراحة اليوم اللاعبين تبعونا والأبطال الأردنيين هم باستحقوا كل الشكر على اللي بذلوه في البطولة في الأسياد وطبعا بكل المحافل الأخرى فبشرفنا أنه يتشرفوا الشباب بكل الحب والمحبة لتبع الشعب الأردني لهذا الإنجاز أحد التقييمات كان الأسياد في 2018 الحمد لله اشتازوا لاعبيننا وبرنامج الإعداد الأولمبي الذي تأسس في 2017 التجربة يخلينا نحكي الأولى الفعلية في طريقنا إن شاء الله لإنجازات أكثر في المستقبل ولبناء الرياضة الأردنية وخصوصا بالبطولات مثل الأولمبياد والأسياد للمستقبل فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله إن شاء الله إنها تكون بداية لدعم إضافي للرياضات المختلفة اللي عم تنجز وكل الرياضات الأخرى اللي منقدر ندعمها بالمستقبل